أعلنت وزارة التاموين وتجارة الدخلية زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح سعره من 1350 إلى 1000 جنيه يأتي ذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزرعي البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد بعد زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري من بنجر السكر في مختلف المحافظات تم الإعلان عن بدء موسم توريد البنجر لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكميات توريد مستهتفى تبلغ مليون و700 ألف طن وفرنا البزور وحفظناها بطريقة معينة وجينا في معادة الزراعة ودناها للمزارعين والدعم الفني عن قبل إدارة الزراعة للمصنع مع المزارعين تم الزراعة مبكرا وبالتالي نضج معنا البنجر مبكرا وبالتالي تم التوريد مبكرا بدأنا النهاردة بمصنع الفيوم للسكر وطمنا من رئيس مجلس الإدارة على انتظام عملية التوريد واستفافة في السيارات وبدء توريد البنجر وعمليات التكرير اللي بتتم وأيضا الإنتاج التموين أعلنت زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه ذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد وفي الفيوم قامت شركة السكر التابعة للحكومة بالتعاقد مع 45 ألف مزارع لتوريد 58 ألف فدان من خمس مناطق هي الفيوم بني سويف شمال المينيا السيوت وجنوب الجيزة ليتم منها انتاج نحو مليون ونصف المليون طن بنجر تنتج 200 ألف طن من السكر الأبيض حتى الآن كان مستهدف فتح 10 معارض لأن حتى الآن فتحنا 30 معارض وشادر على المستوى المحافظة 14 معارض و16 شادر جميع السلع الحمد لله متوفرة بطم المواطنين نسبة تقفيد تصل لأكتر من 30% وأوضحت الشركة أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويا من السكر الأبيض حيث تم التعاقد خدل الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية ذلك من حصيلة الشركة من تصدير الملاس وعلى في البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا